اعتنق الفاضلة الست أم حسين يا ست أم حسين أنت يعني اتعاملتي بسلامة صدر جامدة أو مش عايزة أدخل في أول عملك بالنية أنا لا أملك هذا الأمر لكن الإنسان دايماً مش بقولها يعني أنت في مقام أمي وأنا لا أقصد الإساءة ولكن أقصد التنبيه أنه لابد الإنسان في أي خطوة يشير لخابة من استخار كما ورد في الأثر لا خابة من استخار ولا ندمة من استشار أسأل اللي حوالي بقى إخوتي عملين يقولولي ليه النهار بلاش تديها الفلوس هتاكل حكتك أو ما نديها أبيع وديها وبيع وديها وبعد كده بعد ما تخلص كل اللي معايا أقول إن أنا أخطأت الإنسان يشور الناس اللي حواليه ولا يعتد كده برأي دون مشورة أبداً ولا يطمع في شيء ملوش ملامح قدامي نسأل الله السلامة اللي أدت إلى القطيعة إساءة هذه الأخت وأيضاً إساءتك لنفسك لكن هذه القطيعة أرجو أن حضرتك تحجمي ألا تكون بالقلب أنا مش أنوي بقلب أن أنا حقطع أختي إنما أنا بس إلى إصلاح الحال ولأنها ترد هذا الحق وأرجو أن أنت تدخلي أخواتك اللي ما استعنتيش بيهم يمكن يقدروا يقنعوها بأن هي هذا المال حقك ترجع لك المال بتاعك مرة تانية حتى تتقي نار جهنم وحتى لا توقع نفسها فيها بهذه الفعلة بأنها تاكل فلوسك بهذه الصورة واستعملت نفس اللفظة اللي أخواتك استعملوها ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ترجمة نانسي قنقر